يهلا بكل حضراتكم النهاردة وتحديدا في الفقرة الطبية دي هنتكلم عن موضوع بالنسبة لي أنا كان غريب جدا الحقيقة فكرة أن يكون فيه علاقة ما بين السمنة ومسلا والعظم منطقية فيه علاقة بين السمنة والحالة النفسية والمزاجية طبيعي جدا لكن يكون فيه علاقة ما بين السمنة وبين إدمان الأجهزة الإلكترونية دي جديدة بالنسبة لي ده اللي هنعرف بقى إيه تفاصيله من دكتور إيمان المراجبي اللي من ورانا في حلقتنا النهاردة صباح الخيرات عليك وأهلا بيك الصباح الخير على حضرتك وعلى كل المصريين ودائما إحنا الفقرات بتاعتنا كده فيها فرقعة لازم الموضوع يشد جدا عشان الناس ما تمشيش ومتقومش بحكم كمان مش تخصصات حضرتك كأستاذ للنوخ والأعصاب والطب النفسي في كله طب جامعة عين شمس فأكيد أنت من أقدر الناس على الرابط ما بين أمور يمكن غيرك ما يقفش عن تقالي واحد من ناس ما تخيلتهاش هل اللينك جاي من فكرة أن الأجهزة الإلكترونية بنقعد عليها كتير ما بنعملش أي نشاط حركي فده بيساعد على السمنة ولا فيه زاوية تانية دي أحد الأسباب طبعا أن أول حاجة إدمان الفيديو جيمز والألعاب دايماً ولادنا ومش عايزة أقولك إن فيه كبار كمان ده مش أطفال بس ده فيه رجالة تبص تلاقيه في الشغل تلقى أطفال في هندم آآ مدمن على يقولك الجيم الفلانية وأنا مش عارفها موت كم واحد وأعمل إيه يا عمي فيه إيه أنت الراجل عندك خمسين سنة فوق يقولك لا هو ده إيه ومش عارف لعبة إيه ولعبة إيه في ناس مدمنين يعني صحيح واحد صاحبتي تقولي أنا جوزي وصل لليفل مش عارف وان ثوزند فايف هندرد بتاع وقلت لها تعرف أن اللعبة دي نزلتها عملت لها ديليت في يومين يعني ما استحملتش إن أنا فكرة إن أفضل قعدة قدام لعبة شداني لا بعمل حاجة البيتي ولا بشتغل ولا بنزل ولا بطلع قمة الفشل فإذن أولادنا والناس المدمنين على الفيديو جيمز والألعاب الإلكترونية لازم بجد يفوقوا لأن إحنا بنقعد كتير على الأجهزة دي وبنلاقي نفسنا إن إحنا طبعا بنطلب ديليفري بقى وإحنا عاديين نجيب بقى أفشار نقاز أزلب نعمل مش عارفة ومفيش حركة ركب يسبتة ما بتحركش بالعكس أنا ممكن أكون قاعد في أوضاع غلط لأن عكنا بقى وقاعد بقى رفع رجله مش عارف إزاي وعمل إزاي فإذا في النهاية بيؤدي إلى زيادة الوزن لأن لا في حركة إحنا هنحرق إزاي مع الحاجة الوحيدة أننا نتحرك إذن أنت ما تتحركش طيب تاني حاجة عمال تاكل وبتاكل بلا وعي إحنا دايما لما نضحك على أولادنا وهم صغيرين نعمل إيه نفتح التلفزيون مثلا توما نجاري بصي ونروح إيه حطا لها المعلاقة في بقى هي نفس القصة أنت طول ما أنت قاعد بتتفرج على حاجة عندك عايز تاكل يعني ده رفلكس كده بين الحاكتين فهتلاقي نفسك عمال تاكل ومفيش حركة يبقى كده ألفة مبروك سمنة مفرطة وكل بقى الأمراض بقى تصلب شرايين جلطات في القلب جلطات في المخ ضغط سكر كل اللي أنت عايزه هيحصل ده ياخدنا بقى لكيفية التخلص من الوزن الزائد بالزبط ده ياخدنا لأن إحنا إزاي نتخلص من المشكلة دي أول حاجة أنه طبعا لازم نحتوي الأطفال دي ونعرفهم أن الكلام ده غلط وأن إحنا ربنا مش خلقنا عشان نقعد قدام جهاز وحياة افتراضية لأ ده إحنا عندنا حياة حقيقية يعني أروح ألعب أشترك لأبني في كرة قدم أشترك لأبني في أكاديمية أي حاجة رياضية يلعب تنس يلعب سلة أي أن كان وأن إنت لك تارجت أن تبقى شامبيون مثلا وتعمل وتسوي وكده وحط هدف مثلا تبقى زي محمد صلاح تبقى زي مش عارف أحمد حسن يعني نتدي له إجزامبلز للنجاحات اللي موجودة للتحفيز فإذا بعدها على طول أبتدي هتلاقي الطفل نفسه هيزهق من الألعاب الإلكترونية وهي تفهم الموضوع دوت وممكن لو إدمان زيادة قوي نتوجه لدكتور مخو عصاب أو طب نفسي عشان نتخلص من هذا الإدمان والطفل تعمله تعديل سلوكي ومعرفي بحس نخلص من القصة دي من بدري وإلا ده هيبقى خلاص عرضة تركيبة الشخصية بقى بتاعت واحد مدمن بالضبط مدمن على الألعاب الإلكترونية ونمط حياة يبتدي بقى الكرش بقى والمنظر اللي حريك عارفه وتبص تلاقي في الجواز بقى يقول لك وريني صورة العريس أبص لا 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 ده سمين قوي لا ده لازم يخس الأول يعني هيتعرض لحاجات كتير هم شو أخذ بالو منها دلوقتي كطفل بعد كده هي بتبتدي المشاكل الاجتماعية والصحية والكلام ده ننصح بإيه بقى حضرتك ننصح بإيه بقى إن إحنا الأطفال دول على فكرة إحنا من سن 13 سنة مسموح ناخد منتج معين اسمه بيستا المنتج ده مسموح من سن 13 سنة فهما فوق وممكن أقل من كده لو الطفل بقى عنده سمنة مفرطة لغاية بقى إلى مالة نهية البيستا ده مكون من ثلاث ألياف طبيعية اللي هما السيليم ردة الأمح والشوفان ودول طبعا زي ما إحنا عارفين بينفشوا في المعدة أول ما نحطهم على ميا بيملوا الحيز الأكبر من المعدة ويبقى حاجة بسيطة جدا إن أنا أقدر أكل منها مش هنحرم الطفل لأن الطفل مش ممكن من وهو صغير هاعد أقول له كل حاجات مسلوقة كل مش عارف إيه زي بالبلد كده أكل العينين يعني فمش هيستجيب لأنه صحابه هو شايف ده بيجيب برجر من مش عارف مين بيتزا منين بتاع فبرضه إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع فمش واحد بقى اللي هو كان عمال يأكل كل حاجة قدام الألعاب الإلكترونية والفيديو جيمز وكان أحرمه من كل حاجة فجأة فاللي هيساعدنا البستا اللي موجودة على الشاشة ده بيخلي الطفل يقدر يأخذ قبل الأكل بنص ساعة ثلاث وجبات يعني قبل الثلاث وجبات بنص ساعة ده هيملأ البطن ويخلي أنه مش جاري قوي على الأكل طول الوقت حتى لو لعب لعبة ولا اتنين فيديو جيمز يعني في اليوم مثلا هيلاقي أنه هو مش طول ما هو قاعد برضو بيأكل بكمية كبيرة تاني حاجة بيبقى معهم كروميوم الكروميوم دوت مادة بتزود الحرق فبالتالي هيزود الحرق فما يحصلش عنده كسل في موضوع الحرق دوت من صغره ايه كمان تاني بناخد في الاعتبار أن الألياف الطبيعية فيها ميزة خطيرة أن هي بتزبط القولون وإحنا قولوننا كلنا كمصريين حمد الله كله ضارب من أول الطفولة لحد فوق مفيش واحد هتقابله اللي يقولك أنا عندي قولون عصبي أنا ممنوع من الأرنبيت وممنوع من الطعمية ليه دي سمة غالبة على المجتمع كلنا علشان كل أكلنا محمر دي مشكلتنا الفراخ البنية محمراء الطعمية محمراء حتى الفول بنحط عليه زيتي كل حاجة عندنا الزيت الزيت مؤذي جدا جدا للقولون سقطت البطاطس صحيح بالزبط والبطاطس لا أنا سقط البطاطس إزاي الواحد يخلص البرنامج ويجري ياخد بطاطس يقولوا دي أهم حاجة بحمارة في حياتنا بالزبط كله كله يعني حتى الكالتشر بتاعنا إن البطاطس لما نزلوا ده يقولك لا 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 ده طعم البطاطس حطي عليه نقطة زيت واحدة بالزبط يقولك لا 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 ده طعم وحش قوي ده مش عارف إيه لا هو مش طعم وحش وإحنا اللي دماغنا متعودة على الزيت في كل حاجة وده غلط ده غلط كبير جدا وخصوصا الزيوت المهدرجة طبعا طبعا أكيد نرجع بقى مرة تانية لبيستحناء حديدك بداية كلام قلت إيه من أول سن 13 سنة ووارد لو سن أصغر شوية لو الطفل ده بيعاني من السنة المفرطة بالزبط وقلت إيه لما لا نهاية يعني حتى كبار السن ما عندهم مشكلة معلومة إن شاء الله 100 سنة آه لا ده أمان تماما لأنه هو ألياف طبيعية إحنا محرومين منها في أكلنا فإحنا بناديك مكمل غذائي من خلال شركة بايو ناتشرال اللي هي كل منتجاتها طبيعية فما ألاقش منه نهائي وطبعا بالمناسبة الأرقام اللي موجودة على الشاشة هي السورس الوحيد والقناة الوحيدة لشراء هذا المنتج والكورس كله من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة فقط ما فيش أي أرقام تاني هل مكونات أو استخدامات وتتعارض مع أي أمراض مزمنة ممكن يكون الشخص اللي بيعاني من السمنة بيعاني برضو منها سؤال مهم سؤال مهم نهائي ما فيش أي تعارض لأن احنا بنرجع ونقول دي ألياف طبيعية الألياف الطبيعية دي أكل السيليم ده مادة بتتاكل ردة الأمح دي بتتاكل الشوفان ده بتتاكل دي مش كاميكالز يعني فما فيش تعارض خالص إن أنا سواء صغير في السن سواء كبير في السن وما فيش مخبل أي مراكز بتاعت شبع في المخ ملاش يعني مفيش مخبطة للمخ ومخبط المعدة ما بلعبش على المخ خالص أنا لممل للمعدة ربنا عامل إن أنا طبيعي مركز الشبع بيشبع لكن أنا مبلعبش على مركز الشبع إن أنا تديلوا مادة تصبطوا أو تنشطوا أو تقللوا أو أي مافيش لعب خالص في مركز الشبع إحنا بالطريقة اللي ربنا خلقها بنفس الطريقة الطبيعية فعشان كده مافيش أي مخاطر من القصة دي جميل طيب أستاذنك نشوف آية نتعرف على آية وعلى قصة آية مع فقدان الوزن من خلال التقرير ده ونرجع نكامل أحكي لنا قصتك مع بيستة وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي آية عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جداً في الحركة كنت مش بقضى رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخذ نفسي كويس اللبس كان صعب جداً ما كنتش بعرف ألبس في سنة خالص كنت حاسن أنها بلبس لبس مومو موضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بيستة قبل الأكل بنص ساعة ثلاث واجبات في اليوم قبلها كنت بشرب الكوبية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذ يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلاً كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جداً الحركة بتاعتي بقيت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي إن هو يستخدم بيستة حاجة بتدايق الواحد لما يعني مثلاً زي الكيس اللي احنا شفناها بنوتة وجميلة وسنها لسه صغيرة وتلاقيها عندها مشاكل مع السمنة طبعاً وبرضو حاجة توجع القلب بتقولك ما كنتش عارفة أخد نفسي أوه ومش عارفة تمشي وركبها بتوجعها والنفس وتلاقي طبعاً بالليل بيحصل اختناء أثناء النوم يعني ذي مشكلة خطيرة يعني السمنة أحد أهم أسباب الوفاء المفاجأة على فكرة يعني لأن بيحصل اختناءات احنا طبيعي بيحصل عندنا توقف لحظي للتنفس أثناء النوم دي حاجة طبيعية بيبقى لها عدد معين طوال فترة النوم وساعة النوم الناس دي بتحصل عندها الحكاية دي زيادة وبتطول يعني العدد ممكن يحصل اختناء فعلاً طبعاً بيتوقف خالص المركز التنفس وتحس إن هو ميت تماماً والحكاية دي بتطول وممكن يحصل وفاة مفاجأة كتير قوي تسمع إن واحد عنده سمنة ودخل نام وصحي ما صحيش يعني الجم يصحوه ما صحيش فالموضوع الاختناءات أثناء النوم ده حاجة معروفة وحاجة ليها ارتباط وصيق بالمشكلة السمنة لأن بيبقى عندهم اللوها اللي هي عارف أنت ما تفتح بقك وتقول آه في حاجة اسمها اللوها بتبقى مدلدلة كده في الزور الصوت لما بيدخل وبيعمل فهما بيبقى عندهم دي ضعيفة ومش قوية مش مسكة نفسها فدي بتخنق بتخنق في الآخر فدي أحد أسباب برضو المشاكل اللي هي بتاعت السمنة إنها قد تؤدي للوفاء فالموضوع مش مش إن احنا بقى بنقول سمنة عشان شكلنا وعشان نتجوز والعريس ما يقولش عليها مليانة ده كده بقت سمنة عشان حياتنا ده عشان صحتي طبعا قبل العريس وقبل الحاجات دي صحتي أهم من أي حاجة فاللي بيحب نفسه فعلا فعلا يحاول إن هو ينزل في الوزن علشان لما أنا حب نفسي أنا شكلي هيبقى حلو لما أنزل في الوزن صحتي هتبقى حلوة مش هيبقى عندي أي مشاكل مش هيبقى عندي مشاكل نفسية كل ده مهم جدا طيب اللي عرفه إن متوسط الوزن بالكيلو اللي بيفقده الشخص اللي بيتعامل مع المنتج ده بيبقى من 8 ل 12 كيلو في الشهر بالضبط تعالي نقول متوسط 10 كيلو في الشهر وده رقم هو من حيث أنه حلو فهو أكيد حلو بس هل بتحصل معايا حاجات مش حلوة يعني فيه ناس مثلا لما بيفقدوا وزن فيه ناس بيبقى شكلهم صحي ولطيف وفيه ناس تانية تحسهم بهتنين وفيه خمول ووشهم وعجزوا كده ده بيكون نتيجة إيه يعني إيه اللي بيفرق مدى صحية فقدان شخص مال وزنه بالمقرب وشخص تاني أول حاجة إن إحنا استخدام الألياف ده بيخلينا ضمنين الجزئية اللي حاضيك بتقولها لأن إحنا ما بنستخدمش لها مواد كيميائية ولا أي حاجة فمفيش منه خطورة فطبعا دوت أول حاجة إنها ألياف صحية طبيعية بتعمل نظارة في البشرة ومعها أنتي أكسيدنس جوه المنتج نفسه يعني فيتامين سي موجود معنا وبرضو الكروميوم اللي بيزود الحرب تاني حاجة إن إحنا مع الكورس بقى في حاجة اسمها الكورس بناخد حاجة اسمها قلب مالتي فيت اللي هو مجموعة فيتامينات تحمينها من اللي حضرتك قلته ده كله من الهالات السودا من البهتان إن الوش يكرمش ويطبق يعني دي بتوزن كل المعادن والحاجات القويسة اللي الواحد بيفقدها واللي الجسم يحتاجها جدا أثناء نزول الوزن وكمان الشعر كتير قوي من البنات بالذات لما تخص تقولك شعري كله وقع لا ده بقى بيحمينا ليه لأن إحنا معنا فيتامين بي كل المجموعة فيتامين بي 1 و3 و5 وكله كله لغاية 12 ودي الفيتامين بي كومبلكس ده مهم جدا جدا فيه الأعصاب ومهم للشعر والبشرة والضوافر والكلام ده كله والأهم كمان الزينك ده موجود معنا والنحاس كل دي حاجات تخلي بشرتي كويسة دوافري كويسة ما عنديش مشكلة الطاقة حلوة يعني طاقتي تبقى كويسة جدا قادر أعمل حاجة أشتغل أعمل يعني دايما اللي بيعمل ريجيم صحي تبص تلاقي طاقته تزيد عكس اللي حريك بتقوله فإحنا ده ريجيم صحي يعني لما هنعمل ناخد البستا احنا ماشيين بطريقة صحية وكمان معنا المالتي فيتامينز طب ايه تاني غير كده فيه كمان معنا حاجة مهمة جدا اللي هي القهوة الخضرة دي دلوقتي نقدر نطلبها لما نتصل ناخد الكورس ممكن نتصل ناخد كمان القهوة الخضرة اللي هي جرين كوفي جرين كوفي زي ما حريك عارف دي أنتي أكسيدنت دي مضادة أكسادة وفي نفس الوقت بتزود الحرق جدا يبقى أنا كده بعزز طرق يعني مصلحة من كل النواحي بالزبط أنا بشوف ايه الحاجة اللي بتزود الحرق وتعملت يعني الشركة بصراحة بتفكر فيه كل الطرق بتحارب كسل الحرق وبتحارب السمنة بكل الطرق الطبعية وكلها زي ما حريك شايف أهوة خضرة حاجات طبعية ناتشر لكلها ايه كمان بقى مفاجأة أن فيه هدية نازلة مع الكورس لما ناخد القلب مالتي فيتوي البستا بينزل معاهم هدية فيتامين دي علبة مجانية لكل واحد بياخد هذا الكورس جميل جميل من خلال الأرقام اللي على الشاشة وتاني حاجة زي ما قلنا إن فيه قلت كتير على الموضوع ده إن فيه ناس بتعملك ريجيم على حسب حالتك لما تتصل بالتليفون هتعملك متابعة أسبوعية مجانا بسبب أن أنت يعني تبخل الكيس بتاعت كل واحد اوه يعني حالتك ايه اللي عنده السكر الضغط القلب يزبطوله حسب حالتك جميل فإذا أنا ما عنديش أي حجة خالص يعني هتقول لي دكتور ريجيم اهو دكتور ريجيم معانا مجانا كل أسبوع هتقول لي أنا عايز مواد طبيعية هقول لك كلها مواد طبيعية ما جبناش سيرة أي كاميكا لنهائي فيتامينز وقلياف وغرين كوفي يبقى احنا كده بنتكلم في كله طبيعي طبس أنا خايف مصرح من وزارة الصحة طب أصلا أنا مش عارف ايه الدوزز اللي موجودة في كل الأدوية محسوبة مظبوط ان هي تتاخد مقننة مفيش منها لا زيادة ولا نقصان فإذا مالكش أي حجة ان انت يعني ما تخسش عندنا كل الحاجات المتاحة جميل طيب أستغذينك بقى أقولك شوية أسئلة من اللي جات لنا في سؤال مننا علي بتقول أنا سني 27 سنة وزني 100 كيلو وطولي 165 الله أكبر دي كده يعني بنتكلم في 35 كيلو مقفولين طبعا 35 كيلو يعني أنا شيلة شيلة كبيرة جدا تعادل شنطة سفر يعني هي كده مشيا بجد شيلة على قلبها شنطة سفر طول النهار والليل مش بس وهي راح المطار ورجع من المطار فإذا لازم تنتبه ظهرها ركابها دماغها نفسها كمان نفسها قلبها الكوليسترول تصلب الشرايين هي لسه صغيرة على الكلام ده فلازم تنتبه وتبتدي فورا وإن شاء الله 35 كيلو يعني خلال أربع شهور بإذن الله بإذن الله تكوني تخلصتي منهم تماما وتوكلي على الله بس أول حاجة هنحل الغضة الدرقية وهنحل الفيتامين دال الاتنين دول علشان نتطمن وكده كده لما هي هتتزل فيتامين دال لأن فيتامين دال لو فيه نقص ده بيساعد برضه على زيادة الوزن فأنا إزاي أظبط الدنيا ساعتها بنعوض فيتامين دال وإحنا قايلين إن فيتامين دال متاخد هدية فدول بس الحاجات المطلوبة وغير كده الطقم بتاعة التخسيص بقى اللي هم الأخصائيين الأفاضل هيقوموا معها بالواجب كله كميل طيب محمد سليمان بيقول أنا كان وزني من سنة 75 كيلو وطولي 176 أكلت من بره كتير ومش بحب أكل البيت خالص وحاليا وزني 110 كيلو ومش عارف أتنفس ولا تحرك كويس ومش عارف أعمل دايت والآن أروح لدكاترا على الفاضل أي وأولا مش هيروح لدكاترا ولا يعمل حاجة غير اللي احنا قلنا عليه التحليلين اللي طلبناها مغدة درقية وفيتامين دال ويتصل بالرقم اللي على الشاشة هياخد الكورس وإن شاء الله خلال ممكن 6 شهور الوضع دا يتضبط من 4 إلى 6 شهور هو وشطرته وممكن ناكل حتى لو هو مش قادر يبطل الأكل من بره لظروف العمل أو 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 هم هيعلموه ازاي ينطقي الأكل الصحي اللي ياخده مع الكورس بحيث أنه هو هينزل هينزل طيب ليلة بعتت بتقول أنا عندي 50 سنة وزني 90 كيلو طولي 155 بعاني من السكر وباكل سكريات كتير وبتعب كتير قوي محتاجة أنزل في الوزن لأن وزني مأثر على العظم عندي طبعا طبعا دا العظم دا العظم زمانه يعني العمود الفقري بيتدك كده يعني لأن طبعا حملة قيل والركب كمان بتحصل فيها مشاكل ودول أكتر عرضة لقطع في الرباط الصليبي خشونة في الركب من بدري الحاجات دي كلها والنفس زي ما حدك قلت تصلب الشرين السكر في سن صغير الضغط يعني دلوقتي بقينا نشوف جلطات المخ في سن صغير أيوة طبعا هي المفروض أن ربنا خلقها بوزن وطول معين أيديل هو ربنا خلقنا كلنا كده العك بقى اللي حصل اللي هو أن نحنا ناكل بقى من برا أن نحنا ما نتحركش أن نحنا ما نمشيش الكلام دا كله يعني حرك المواصلات والحاجات دي لو نرجع للعصر الحجري لكان في مواصلات ولا كان في حاجة وربنا خلقنا أن احنا نتمشى وأن احنا نطلع نتصلق الشجرة نقطف يعني الحياة نرجع كده هنلاقي أن الموضوع كان حركة وكان عضلات يعني كان زمان لما يرسمو لك حتى الرجل الأول دا تليه حطلات كده وبدا دلوقتي لا دلوقتي تلاقي كله دهون يعني فإحنا عايزين دا المنظر دا لا إحنا عايزين المنظر دا يرجع للإنسان اللي ربنا خلقه مش لكتلة الدهون اللي احنا شايفين حوالينا للأسف وبقول الكلام دا من سن الطفولة يعني بلاي أطفال بتتزغط يعني مش بتاكل دي بتتزغط فإحنا عايزين نقف وقفة مع نفسنا ونبتدي بالأم والقب يورروا لولادهم أن هم ماشيين أساسا على البستة وعلى الكلام دا بحيث الأولاد ممكن هم كمان يساعدوا نفسهم ويخصوا خير بإذن الله بإذن الله إن شاء الله شكرا مشاهدين بكل مكان على حس المتابعة إلى اللقاء